قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم اتفق على ضرورة إنشاء دولة فلسطين المستقلة ولا يمكن إنشاء دولة فلسطين بدون شعب فلسطيني وشدد مدبولي خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة في ختام مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادية العالمية في الرياض على ضرورة السعي وراء الهدف طويل الأمد وهو حل الدولتين حان الوقت الآن وليس يوم غد أن يجتمع العالم مرة أخرى لكي يعترف بحق الفلسطينيين بدولة خاصة بهم هذا أمر يعارض كل ما سمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان عن الحاجات الأساسية وعن الديمقراطية أو أي شيء آخر ما يحدث اليوم يعارض كل ما تربينا عليه وكل ما طلب منا أن نتكيف معه وأن نطبقه في مناطقنا المختلفة الآن هو الوقت وإلا يفوت الأوان يجب أن نصل إلى قرار يفيد حل الدولتين إن أردنا أن نعمل على أي قرار أوي حل يفيد إسرائيل فقط هذا القرار لن ينجح هذا الحل لن يكون مناسباً لأننا نتحدث عن وطن وطن فلسطيني عن جيل تربى لمدة 75 عاماً تحت الاعتداء وغياب حقوق الإنسان الأساسية حتى غياب الحق في العيش على أرضهم بكرامة